أنسون رويا نصدنجر دونس ماذا رأيتم في آخر أحلامكم؟ ما هو آخر منام رأيتموه؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة الأحبة أهلاً وصهلاً بكم مع الدرس السابع والسبعين من دروس تعلم اللغة التركية للأجانب المستوى المبتدئ الثاني يابان جلاليشن تركشا إسطنبول كتاب آئكي نحن الآن مع درس الكتابة الثالث في الوحدة الرابعة درس الكتابة والمحادثة جميل جداً 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 يتحدث عن آخر منام رأيناه يقول لنا كمان رأى الآن يقول سيز انسون رويا نزدى ني جردونيز انتظرم ويورمليلوم ولينفسر هذا المنام إذن ما هو آخر منام رأيتموه؟ اكتبو عنه موضوعا وحاولو أن تفسروه بنيم انسون وسكسك جردون برررؤية لدي منام أراه بشكل متكرر وهو آخر منام رأيته رويام دا كنتمي أبوزون بمباش ترتميز بل أكسجين لبريول دا جريورم تميز أكسجيني أليورم وكوك متلوه الساديورم أستنشق الهواء النظيفة وأشعر أنني سعيد جدا متلوكتاً وكلفاني أفتيحه أبداً بمرغدالية وتغ quieresicasة dispersاتها وكوكس إitating ملاقات متولوجاتتها وأشيهم فشيهم تبتعد الرجلية عن الأرض وأبداف في الت رحول م Scene هذا المنائم جميل جداً و أشعر أنه حقيقي حتى صباح سبراً للمنائم و أشعر أنه حقيقي و ريالي أشعر أنه حقيقي حتى أنني عندما أمارس الرياضة الصباحية و أبدأ برقضي أفتح ذراعي كما يحصل في المنام و أبدأ بالرقضي و أشعر بنفس السعادة لكنني لا أستطيع الطيران برأيكم كيف يمكنني أن أعبر هذه الرؤية أو كيف يمكن أن يفسر هذا المنام أنتم أيضاً ما هو آخر منام رأيتموه و كيف تفسره عن هذا نكتب موضوعاً و كلما دخلنا في التفاصيل أكثر كلما ارتكبنا أخطاء أكثر و كلما صححنا أخطاءنا وتعلمنا أكثر وأكثر وأكثر الآن موضوع المحادثة هو أكثر شخص مشهور بالنكات كم؟ من هي الشخصية التي تحاكو حولها الفكرة للنكات و القصص المضحكة؟ نحن أبرز شخصية في نكاتنا هو جوحة أي نصر الدين هو جوحة بالتركية نقول له نصر الدين هو جوحة طيب نكمل القراءة قراءة سؤال المحادثة ما هي النكتة التي تحبونها أكثر عن هذا الشخص؟ أكتبوها في تعليق أن لطلن لنتحدث عنها يعني كل شخص يتحدث عن شخصية مشهورة بالنكات مثلاً نحن عندنا في سوريا الشخصية الحمصية مشهورة بالقصص المضحكة عندنا أيضاً قصص جوحة أيضاً مشهورة نتحدث عن الشخصية الكوميدية المشهورة عندنا ونتحدث عن أحد فكهاتها هذا هو درس المحادثة في الدرس القادم إن شاء الله سيكون عندنا كولتور دان كولتورا عن إفسان لر يعني أساطير عندنا أسطورة جلين كياسر وعندنا أسطورة تاش أولان كادن المرأة المتحجرة أسطورتين فقط ندرسوهما في الدرس القادم لا تنسوا كتابة المواضيع وكتابة وتحضير قسم المحادثة أتمنى لكم دوام التوفيق ولا تبخلوا علينا بنصائحكم واختراحاتكم وانتقاداتكم البناءة على العناوين الموجودة في مربع الوصف دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة